رح نحكي اليوم بفقرة اي بلاس عن حراية الغابات بيشهد لبنان موسم حراية كتير كثيف كل صيف بالسنين الماضية والحالية السبب بيعود لسوق استعمال الغابات وسوق إدارة الغابات بتاريخ لبنان ما كان فيه حراية غابات قد ما عم بيكون فيه حاليا بها السنين الجارية وهالشي هيدا سببه انه بالماضي كان فيه مشاحر وكان فيه معزة حاليا ما بق فيه مشاحر ما بق فيه معزة السبب الاساسي لهالشي لانه المشاحر والمعزة بيخففوا من الغطاء الكثيف يلي بيولع بكتير سرعة ولازم نعرف انه الحراية الغابات بمناطق البحر المتوسط منها لبنان ما فيه ولا حريق طبيعي كل الحراية مفتعلة او سببها الانسان بيقدر يكون فرقاع بيقدر يكون سيجارة نزتت بيقدر يكون بيكنيك وعملنا باربكيو مطفينة منيح بس الهدف الاساسي من موضوعنا اليوم انه لازم ننتبه على كيف نكون بالغابات شو نستعمل بالغابات وشو وكيف نتفادى الحراية بتشحيل الغابات وتنظيفها وعدم رمي النفايات بصورة عشوائية وخاصة انه نحن عم نشهد زيادة حرارية وتغيرات مناخية عم بتزيد من خطر وقوع الحراية ومن خطر اندلاع حراية كبيرة كتير وعدم قدرتنا لاطفاقة لانه عدم جهوزيتنا لاطفاقة بلبنان فازالن يجب نكون كتير من تبهين على اي نوع نار منعملها حد الغابات او ضمن الغابات اي سيجارة او اي فرائعة منولعها بموسم الصيف